حديثنا طبعا في مشابهات بين آدم وبين آدم الثاني أو آدم الأخير إذا ممكن تعطينا أنت ذكرت يعني مقتطفات لكن تخذنا بهاي الصورة حتى نوضح للمشاهد يعني عايزة أقول أن المسيح عندما ولد ولد باعتباره الإنسان الثاني وهنا يمكن يحتاج الأمر شوية توضيح يعني الإنسان الثاني طب ما حواء الإنسان الثاني بلاش حواء قاين ما الإنسان الثاني قاين شرير طب هبيل طب شيس طب نوع لا في الحقيقة كلهم صورة طبق الأصل من آدم بس وضح الفكرة أخ يوسف لأنه يمكن البعض بيفكر الإنسان الثاني المسيح كان بيحتاج لعمل أن يكون إنسان جديد أو إنسان تاني لا هو لما تولد صار الإنسان الثاني إيه معنى كلمة أنا عايزة أركز الأول عن ما معنى الإنسان الثاني من صنف مختلف نوع مختلف مش مولود بالخطيئة كلنا ولدنا بالخطيئة حتى داود يقول ها أنا ذا بالإثمي صورت وبالخطيئة حبلت بأمي ومين اللي يقدر يقول أنا لا أنا ما تولدتش بالخطيئة أنا مولود معصوم ما فيش فيش كلام زي كده المسيح لما تولد الملاك يقول المطوبة مريم القدوس المولود منك يدعى ابن الله إذن فهو يختلف عن بقية البشر أنه إنسان ثاني لكن لماذا صار إنسان ثاني لكي يصبح آدم الأخير يعني إنسان ثاني هو قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى واحدة يعني كان ممكن يجي المسيح من السماء للأرض يعيش حياة الكمال ثم يرفع إلى السماء يبقى هو الإنسان الثاني المختلف بس هو مش عايز كده هو عاوز يأتي وهو قاتن بأبناء كثيرين إلى المكن عشان كده ولد المسيح كالإنسان الثاني لكي يصبح بالموت والقيامة آدم الأخير اشتركوا في القناة